لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عريما إذا تبدو خيرا وتخفوه وتعفو عن سوء فإن الله كنافوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وعتن للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين حد منهم أولئك سوف يتيه مجورهم وكان الله غفر رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آلين الله جهرة فخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فأخذوا عن ذلك وعطينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطول بميثاقهم وقلنا لهم الخلوب وبسجن وقلنا لهم لتعدوا في السبل واخذنا منهم ميثاقا غنيضا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم من انبياء بغر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبعا الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم ومعتارا عظيما وقولهم إننا قد ذنى المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صربوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم إلا اتباع الظلم وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه وكان الله عاجزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكونوا عليهم شهدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلتهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخدهم الربا وقضنه عنه واكرم وضع الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراصحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون سكاة والمؤمنون بالله واليوم الأخير أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبينا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإساق ويعقوب ويسباطه وعيسى وأيوب ويونسى وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد انقصصناهم عليك من قبله رسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلم الرسولا مبشرين ومنكرين لأن لا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالد فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والرضي وكار الله عاربا حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إن الحق إنما المسيح عسى بن مريم رسول الله وكلمته أنقاه إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحدا سبحانه أن يكوننه ولا ذنه ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره منه جميعا فأمن الذين آمنوا وعمل صالحة فيوفيه مجورهم ويزيدهم من فضله ومن الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصرا يا أيها الناس قد جاءكم درهان من ربكم وأنسلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخنوا في رحمة منه وفضل ويديهم له سراطا مستخيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولده فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة لنعم إلا ما يسلى عليكم غير محل صغير وأنتم حرام إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا انقلائد ولا آمين البيت الحرام يرتبون فضلا من ربه مريض على وإذا حدنتم فاستطادوا ولا يجرمنكم شنأن قوم أن يصدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهن لغير الله به والمنقنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذو بحال النصب وأن تستقسموا بالأزنام ذلكم فسقني ليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني اليوم اتملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ونضيد لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما وسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وتقول الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين أمنوا إذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم من المرافق وامزحوا بروسكم وارجلكم من الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتهروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائض يونى مصرموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صاعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ويديكم منها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي واثقكم به إذ قدتم سميعا وطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات صدور يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لا شهداء بالقسط ولا يجب أنكم شنان قوم على أن لا تعذلوا اعدلوه أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرة واجر النظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولاك صحاب الجحيم يا أيها الذين منذقولوا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبزطوا إليكم أيديهم فكاف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فليتوكر المؤمنون ولقد أخذ الله مثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزتمهم وأقرأكم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سياتكم ولدخلنكم جنات تجري من تحت لنهار فمن كفر بعض ذلك منكم فقد ظن سواء السبيل فبما نخذه النثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم وصح إن الله يحب الموصنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فغلنا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسأوا فينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم كثيرا مما كنتم دخون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات للنور بإذنه ويهديه من أسراط المستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيحون مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن رضا يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميع ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصر نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بدنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي حدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا قاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن ندخلون قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد قال رب إني لا أملك إلا نسي إلا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسعنا القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ أبني آذم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قلن قرن ما تقبل الله من المتقين لإن بصدت إلي يذك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك أني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسهم قتل أخي فقتله فاصح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سود أخيه قال يا ولتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواليا سود أخيه فاصح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ونقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لم يصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا تقطع عيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأرض هذا عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تخذلوا عليه فاعلموا أن الله غفور رحم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابدقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيره لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كار من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب علينا الله غفور رحم ألم تعلم أن الله له منك سماوات والأرض يعذب من يشاء ويرفيرون من يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأخوائهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم من آخرين لم يأتوك يحرفون الكرم من بعد مواضعه يقولون إن أتدهم هذا فخذوه وإن لم تطه فاحذروا ومن يرد الله فتنتهم فلن تملك لهم من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم في الدنيا خزيونهم في الآخرين عذاب العظيم سماعون للكذب يكادون لسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو آرضانهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطة إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراد فيها حظم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك من مؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمون الذين أهدوا والربانيون الأحبار وصحضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثبنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم لعيسى بن مريم وصدقا لما بين يديه من الضورات واتيناه النجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الضورات هدى وموعد الظل المتخين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيبنا عليه فأقم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعثا ومنهاجا ولو شاء الله نجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما تقوم فاسمقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وليحكموا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ينقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعضهم ومن يتولهم منكم فإنهم من أمين الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصبنا ذائرة فعسى الله أن يأتي بالفرح أو أمر من نعنه فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نذمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقصموا بالله جهد إيمان منهم لما معكم حبيطت أعمالهم فاسمحوا الخاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوفيات الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسعون آليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقبون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم والكفارون واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديت من الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا ذلك لينهم قوم لا يقلون قل يا أهل الكتاب هل تمنقمون منا إلا أن أمنا في الله وما أنزل إلينا وما أنزل من قول وأن نتركوا فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لأنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر طاغوت أولئك شر مكانوا وضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله وعنوا بما كانوا يطمون وترى كثيرا منهم يسالعون في الإثم العدوان وكلهم الصحر لبئس ما كانوا يعملون لا ولا ينهىهم والربانيون ولا احباروا عن قولهم الإثم وكلهم الصحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت أينيهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طرينا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبرضاء إلى يوم قيامتكنا أم كلما أنقضوا نارا للحرب أدفأها الله يسعون في الأرض فسادا هو الله لا يحب المسرين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيادهم ولدخلنا جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لا سمع على شيء حتى تقيموا الطالة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا وصابئون والنصار من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خفن عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وصلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بماته وأنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فترة فعموا وصلوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصلوا كثير منهم والله بصير مما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشيق بالله فقد حرم الله عليهم جنة ومأواه النار ومار الظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم من مسيح بالمريم إلا رسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ثم كان يأكل نطعا انظر كيف نبير لهم الآيات ثم انظر أن يفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع لا رمقني أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قبل قر ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على رسال داود وعسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعله لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهما سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوه مولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا